شكر الله عز وجل يكون عبر ثلاثة أشياء شكر الله بالقلب شكر الله باللسان شكر الله بالجوارح شكر الله بالقلب بأن تعتقد وتؤمن وتستيقن يقينا جازما إيمانا كاملا أن هذه النعم أنعمها عليك المنعم سبحانه وتعالى وإذا كان البشر قد ساعدوك بشيء عليك أن تعلم أن هؤلاء أسباب أسباب فقط لكن المنعم المتفضل هو الله عز وجل ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من أنعم الله عز وجل عليه بنعمة فعلم أنها من عند الله يعني آمن واستيقن أنها من عند الله عز وجل كتب الله عز وجل له الأجر العظيم الأجر العظيم فيما يأكل وفيما يشرب وفيما يلبس وفي كل ما يستخدم لابد أن يمتلي القلب بالإيمان أن سبب هذه النعم هو الله عز وجل أن المنعم هو الله عز وجل وأن البشر عبارة عن أسباب إذا كانوا سببا في حصول نعمة من النعم ووصولها إليك الأمر الثاني لابد أن تشكر الله عز وجل باللسان الحمد لله دائما خلوها على لسانكم وصيا في أحلك الظروف دائما أحمد الله عز وجل وتذكر أن هناك من إخوانك من المسلمين من لا يتحصل على هذه النعمة من هو فاقد لهذه النعمة لما تنظر بعينك حتى وإن كنت ضعيف النظر احمد الله عز وجل لأن هناك من هو أعمى فاقد البصر إذا كنت تتكلم فاحمد الله عز وجل لأن هناك من هو أخرص إذا كنت تسمع فاحمد الله لأن هناك من هو أصم إذا كنت تتحرك فاحمد الله عز وجل حتى وإن كانت حركتك ضعيفة وكنت مريضا لأن هناك من لا يستطيع أن يتحرك بتاتا إذا كنت تأكل صنفا أو صنفين احمد الله عز وجل هناك من يأكل أوراق الشجر هناك من المسلمين في أفريقيا وفي بعض الدول في اليمن يموت الأطفال من الجوع ومن سوء التغذية إذا كنت تتمتع بأي نعمة حتى وإن كنت مهجراً ونازحاً احمد الله احمد الله نعم أنت مهجر وأنت نازح لكن احمد الله على ماذا؟ أولاً لأن الله أنجاك ثانياً لأنك مهجر في النهاية داخل وطنك هناك من أهلنا من أهل فلسطين من هو مهجر من سنة 48 ومهجر في بقاع الأرض يسام سوء العذاب في المخيمات في الأردن وفي لبنان وفي سوريا وفي غيرها في بقاع الأرض أنت حتى وكنت مهجراً وهي مصيبة لكن احمد الله عز وجل أنك مهجر مازال داخل وطنك وما زلت ممكن تلتقي بأمك وأبيك وبأختك وأخيك وبأقاربك هذه النعم تستوجب مننا الشكر وإن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة أي أكلة تأكلها إن شاء الله تشرب طاست شاهي أحمد الله عز وجل بعده علم أولادك حمد الله تقافى وهو جزء من الإيمان شعبة من شعب الإيمان احمد الله تشرب الشربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى شربت ماء تحمد الله تأكل ولو تمرة واحدة احمد الله عز وجل نوض الصبح تجاروحك الحمد لله تتحرك احمد الله نوض الصبح تصلي الفجر صلاة الصبح حاضر احمد الله عز وجل غيرك لم يقم لصلاة الفجر اما لمرض او ان الشيطان قد ضحك عليه هكذا في كل الامور حتى لا يتوسع كثيرا ثم حمد الله بالجوارح ان الله عز وجل عندما نعم عليك يريد ان يرى اثر نعمته عليك بماذا انك انت لابد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته رثة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل لديك من المال قال نعم عندي مال عندي ابل وغنم وعبيد ورقيق وعندي وعندي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده اذا كان الله عز وجل ان نعم عليك وانت لم تظهر هذه النعم دون غرور ودون تكبر اذا هذه النعم انت لست في حاجة اليها قد يرفعها الله عز وجل من عندك لابد ان تلبس الثوب الحسن وان تأكل حسنة والاهم من ذلك ان تتصدق على غيرك وان توصل هذه النعم سواء كانت في صورة زكاة وهي واجب عليك او الصدقات لأقاربك ومعارفك وجيرانك واصحابك واصدقائك هذا هو التحدث بالنعم الذي يريده الله عز وجل من عباده لذلك اولخص ايها والاخوة هذا الموضوع ان نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى ولا بد لنا كما امرنا الله عز وجل بشكر هذه النعم بقلوبنا والسنتنا وبجوارحنا واركاننا لا بد لنا من ذلك وان نكف عن الشكوى والتضجر نحن في خير رغم كل الظروف السيئة التي نعيشها في ليبيا لكننا في خير بفضل الله عز وجل لا يمكن ان تجد انسانا جائعا يبحث عن الاكل في براميل القمامة والمزابل عزكم الله في دول اسلامية فيه مسلمين يبحثون عن الاكل يوميا في براميل القمامة والمزابل اذا كنت تخرج وتدخل الى بيتك وتأتي الى المسجد وتصلي مع الناس هناك من المسلمين من هو خايف لا يستطيع مغادرة بيته وهكذا فنعم الله عز وجل علينا عظيمة وانظروا دائما وابدا للمثل الذي يحتدى انظروا الى اهلنا في فلسطين انظروا الى حالهم والى صبرهم وجهادهم وكفاحهم لتروا نعمة الله عز وجل عليكم وقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروا وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم ترجمة نانسي قنقر